صفات الأبراج تقسم الأبراج إلى ثلاثة صفات أساسية ثابتة ومتقلبة وأساسية سنبدأ من الأبراج الأساسية الأبراج الأساسية أصحابها طموحون استهلاليون أي أنهم يبدأون بالشيء ويكونون في الطليعة هذه الأبراج هي الأبراج التي تبدأ مع بداية كل فصل من فصول السنة وهي الحمل بداية فصل الربيع والسرطان بداية فصل الصيف والميزان بداية فصل الخريف والجدي بداية فصل الشتاء الأبراج الثابتة وهي في القسم الثاني تمثل هذه الأبراج الاستقرار ويصعب على موليدها التحرك بسهولة وهي تقع في وسط كل فصل نبدأ مع أول برج وهو الثور الذي يقع وسط الربيع والأسد الذي يقع وسط الصيف والعقرب الذي يقع وسط الخريف والدلو الذي يقع وسط الشتاء وأصحابها مصممون تقليديون الأبراج المتقلبة وهي التي تتغير وتقبل بالتعديل وتأتي في نهاية كل فصل أصحابها ذو خيال خصم وهي الجوزاء نهاية فصل الربيع والعذراء نهاية فصل الصيف والقوس نهاية فصل الخريف والحوت نهاية فصل الشتاء اشتركوا في القناة